ترجمة نانسي قنقر تقول للمدام تهدأ ومتخافش محدش فينا هلمسلكو شعرة وهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلاف محدش هلمسلك شعر أختي حركو! حاضر! حاضر! من غير كلاف! حاضر أخويا! حاضر! الطعوة جبا! الطعوة جبا! إلا أخواني! خافيش هتحي يا جمالي! هشوا بصراحة! يلا! يلا رجال! بصراحة! همي شوية! يعني ايه؟ احنا في غايب عشان يخطفونا وياخدونا رهائن؟ ما تدهيش نفسك يا أستاذ المسألة سهلة خالص وهتخلص بسرعة مجرد السيد المحافظ ما ياخد خبر بدلا حصل تانيوب على طول حينفزنوب اللي هم عايزينه وحيمشينه على طول يا سلام! هو كل واحد المات اتقطع عندي ومين؟ يطلع يقطع على الطريق وياخد النص رهائن لنبقى خربة لو انت ما تعرفش انها يخرب تشافع معلش معلش الظهر الموقف جديد عليه شوية دا هو الموقف قاعدين بالنسبانك؟ دي؟ ثلاث مرة لينا اه مش فاهم وجهة نظرك أصلي أول مرة خطفونا خدونا يوم وليلة لحد ما استلموا القرار ببناء الكبر العلوي المسألة كانت سهلة شويتين لكن تاني مرة بقى قد طويلة حبتين كانت من سنة شوية يوميها الأهالي قطعوا الطريق علشان يدخلوا القهربة كنا حوالي تلاتين أسرة هم آه صحيح ديقونا أول أسبوع لكن بعد كده شلونا فوق الأرض شيخ بس ما اعتقدش المرة دي تطول أكتر من أسبوع الشبكة موجودة مفيش بس غير المية هي المقطوعة انتوا ليه محسسين ان انتوا بتمشوا عالطريق ده بالذات عشان تتخطفوا لا 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 المسألة مسألة صدفة أصلي احنا لازم نعدى عالطريق ده مرتين في الأسبوع بما أننا مقيمين في دومياط وبنتي عايشة ومتجوزة في اسكندريا فلازم نروح خميس وجمعة من أذريطة أذريطة تقونلت ايه عب كده يا شافع ما يصحش معلش هو أعصابه طعبانة شوية بس ان شاء الله المرة اللي جاية هتبقى عصابه قهدئ هو الأستاذ مانو متضايق كده ليه؟ قوله الحكاية بسيطة جدا أبسط مما تتخيل اصدقني يا أستاذ كلها كم ساعة والصبح يطلع هشوف أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها وكمان عشان تعرف ان ربنا ميحملش حاجة وعشة أبدا سكت الناس دي يا شافع عشان أنا خلاص بجد بقى هتنقت معلش أختي عصابها تعبانة شوية بس ان شاء الله الأهالي لما يجوا يركبوا الغاز المرة اللي جاية أعصابها هتبقى هديد من لهم؟ انت بتهزر يا محمود؟ ده بدل ما تخرج بره هتخوفهم وطولهم ان انت اللي سخرج من أمن الدولة وفيه زباط بتدور عليك؟ ده على أساس انها ميزة ايه يا غدع مش ممكن يخافوا يمشونه مهما كانوا فتوات يعملوا حساب لأمن الدولة جوزوغتي اهبر لكن ما قلت ليش يا أستاذ هم أمن الدورة بيدوروا عليك ليه؟ لا بسيطة اتهموني في قتل الرئيس صدقني خير ما عملت بس انا قبل ما اطلع من دميات انا شايفه في النشرة هم؟ نصيبه بقى محمود مش شاتع لها نهار قال لو احنا ماتبوحين ما تخافوش أولاد أبوكم معاكم لا يا أستاذ ما تخافش الناس هنا مبتغزيش حد متعملش حاجة وعشة أبدا كل هدفهم ان هم يعملوا معاكم الواجب بص يا حاجة المقدس سامي شفيل بص يا مقدس انا محجب قوي بنظرتك المتفقلة دين الحياة مرسيليك قوي حبيبي بس المسألة مسألة خبرة الحياة دي مش عايزك تاخدها على صدرك طريق الحياة لازم تمشيه ما توقفش قصدها لحسن تدوسك عديها دا عدي الله شاف الحكمة سامعين الحكم عديها اتعدي مشكلتي بقى ان كنت طول عمري قفلها وتصدر لها تقوم اطماني غابي بقى هي المدامة اللي على طول مبتسمة كده لا داعب خلقي بس ابتسمتها جميلة هم اخروا الاكل من الرادي ليه؟ هو الاكل هنا كمان بموعيد دايما يجي فرنجي ساعة من بعد الاختطاف شافع سكتهم عشان انا هتنقت واتشل معلش بكرة تتعود بقولك يا مقدس هو الواحد ممكن يروح الحمام هنا فرنجي قديم بس اتي يا رب اعوذ بالله من الشوطان الرجيم ايه ايه فيه ايه؟ خير يا رب كبوس كبوس فاضيع قوي خير استني علي بس استني انت راحة فيه هروحي الحمام وطف على ايدي الشمال عشان اعرف احكي يا ولية سيبك من التخاريف دي طالما استعزت بالله من الشيطان يبقى احكوا خلصيني هو حلم و احش يعني مش عارفة مش عارفة يا اخويا اذا كان واحد شو قلل لها خلاص يبقى ملوش لازمة مشوار الحمام ده احكى من معروف و خلصيني ورايا شغل الصبح خير يا رب الله مجعله خير حلمت ان الواد محمود ابني حبيب قلبي واقف كده و في وسط الميا ايه عوز بالله بيغرق فلا الله ولا فاقلك لا الغريبة ان هو واقف والميا محوطاه من كل جيه بس هو مش مبلول خالص يعني واقفه جزيرة يعني مش عارفة مش عارفة اذا كان تحته جزيرة ولا لا اللهم اجرني في مصيبتي يا ولية يعني مسحياني من نوم في عز الليل وانت مش متأكدة اذا كان ابنك واقف في جزيرة ولا لا اقولك نامي وبحققك كويس ولا اقولك اه تاخد ما اضلت القرية بتاعت تلبسيها عشان تحققك كويس وانت نايمة يا اخي انت ايه قلبك حجر اه منت ما شاء الله بتحط راسك على المخدة تتقلب للصبح يعني بتعيريني علشان رجل عامل شقيان طر النهار ورا المكن وانت واحدة ستة قاعدة ببيتك مرتاحة ربنا يقويك يا اخويا بس يا ريت تديني شوية جمدان قلب من اللي عندك دول انت كل محد يسافر من عيالك ولا بنت تتجوز من البنات بحس انها ولا فرق معاك احنا الظاهر حنعملها ندوة وانا على وش الفجر شوف يا ستي ده من كرم ربنا علينا علشان البيت ده ما يتخربش انا هنام وحط راسي على المخدة وحشخر وعلشان ما تدقيش مني اضف النور وقوم يصلى ركعتين وادعي لابنك واتطمني طالما انت شايفاه واقف ناشف مش مبلول يبقى اكيد واقف على جزيرة حتى لو ما كنتش شايفاه اضف النور خير يا رب والله هم اجعلوا خير اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطفة فيه خير يا رب بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة ارجع مكانك يا بشمهندس صباح الفل عمل حج ما تخافش انا بس كنت هتماشى شوية في المكان بعدين هاهرب اروح فين يعني في الطل ده ما عليش برضك ارجع مكانك يا بشمهندس ماشي اعمل حج ماشي بس نزل البتاع ده بقولك ايه وانتو بلغتوا المحافظ ولا لسه وقف عندك بترجي مع مين عالصبح اجدع انت يا حبيب يا شافع صباح الفل يا شفعتي شفت المنظر منظر هيختفق اكتر ما انت مخطوف منظر ايه يا هباب ايه دي زريب تعالى محمود ما نقولك تعالى محمود ما نقولك اقطع واجبه تعالى ايه انت مش دارب اللي حصل بسببك بسبب انا وانا مالي يعني انت مالك هوالما نزلت المبورسات كن عشان مين ولما رجعت فلوس اللي قالي برضو كن عشان مين ده على اساس ان انت لو كنت سافرت بالنهار كنت عديت انت مش شايف كم من ملايات اللي جوه وبعدين احنا فيها يا شافع لو متضايق قوي ارجع تاني ماشي هو ايه اللي ماشي ما تصطبع عالصبح يا شافع وده وقت الكلام ده برضو وبعدين محمود زنبو ايه وكان يعرف انه يحصل لنا كده صباح الخير اقتح بلى اقتح بلى نيل انت في ايه ولا في ايه ما تشوف لنا تصريفة في الورطة اللي احنا فيها دي ايه التوقف تلغي معنا يا شافع فعلا روح شوف لنا تصريفة في الورطة اللي احنا فيها دي ماشي يعني هامل ايه تحية هو ايه اللي تعمل ايه روح يتكلم معاهم هو انت مش ابن سوق لا انا مش ابن سوق انا هنا ابن فرخة بلى نيلة طب روح حتى تديهم اي حاجة يمكن يسيبونا نغور من هنا يعني ايه يعني انا روح ابنلهم محطة مية عشان يسيبونا اجد عنه لا ما تبنلهم يا شافع انت مش بتقولي انك في برسعيد حاجة كبيرة قوي ايه احنا لما تبنلهم محطة مية ماشي تاني ماشي هقولك حاجة سيبك من كلام محمود يا راجل قدين عدين غوب انغير جاو تروح ليه ولا تيجي ليه خليك كده لما عيالك يموتوا في ايدك يطنقتوا من اللي انت بتعملوا والبرود اللي انت فيه العيال من امبارح يا حبي تعني بعياته على فكرة بقى تحية بتتكلم صح امبارح وانتوا نايمين انا صحيب بالليل كانت الاضاقة ضعيفة شوية شفت عيالك ودمعتهم على خدوم ماشي شفت شفت اخويا بيقول ايه حرام عليك بقى تصرف وبعدين هقولك حاجة انا الناس اللي جوا دي لو صحوا دلوقتي وطلبوا فطار انا هتشل على فكرة يا جماعة هنا بيعملوا فترمي شلتت وعسلوا جبنة قديمة تاكلوا صافحكم ومراها الله يخليك ملاقيش حي تتمشي قديمة انا تشلت يلا يا شافع اختي تشلت ماشي خمسمائة الف جنيه فقط لغير واضي توقيع اها يا باشا متشكرين والله بس عدم المواغزة احنا مطلبناش من ساعدتك حاجة احنا مش عايزين غير حقنا من الحكومة وبس يا جدعان وانا قلتلكوا تنزع عن حقكو ده تبرع بسيط مني عشان انا مؤمن بقضيتكم وقف معاكم في مطالبكم وده واجب كل رجل اعمال في البلد وما ليه يا جدعان يعني احنا ناخد ونكوش على الفلوس وخلاص غريبة يعني ساعدتك شكلك يعني ما يديش انك غاني قوي بالشكل ده متاخذنيش عربيتك شكلها مبهدل وموديلها تعبان تصدق مع انه جزوختي كنت هموت واسأله السؤال ده انا اول مرة اعرف انه غاني قوي كده النهاردة اه نسيبي محمود ماشي تصدق وامنة طيب انا في مقدورتي اركب اغلى عربية فيك بلد بس ده مش اسلوبي محبش المنظرة محبش اصلي في مين وشمال وعمل فيه فييس لا انا اخدم مجتمع اللي خيره علي بس احنا عدم المواغزة نخاف يقولوا ان احنا خدنا منك الفلوس دي بالغصب احنا مش حرامية احنا اصحاب حق صدقوا ام بلاجد عن بل الله فيه حد يقدر قول كلمة زي دي وعالعموم عشان اريحكم احنا نكتب اقرار انا ماشي بورقي اهو ادي الورقة هي انا هكتبلكو اقرار انني لم يصبني اي مكروه او اذا ايا كان من ساعة ما اتخطفت ماشي واكتبلكو عنواني واسمي خلاص ده احنا وكلينا عشو ملح مع بعض وعنواني هيبقى هنا تنوروني وتشرفوني في اي وقت ممكن يبقى فيه بيننا بيزنس ده انتو هنا قاعدين على منجم دهب احنا لو عندنا حكومة زكية بصحيح كانت عملت هنا استثمارات بالعبيد لكن اقول ايه غباوة غباوة معلش اجد عن ان هكتب الاقرار كده في السريع علشان عندي جلسة في المحكمة ولازم امشي لولا ان انا عندي جلسة ما كنت استبتوكم انتو ناس ولاد حلال والواحد عشرتكو متهونش عليه مش كده يا محمود اه ايو متر هو فعلا عنده جلسة متأخر عليها وانا يا دوبك الحق العمال في الموقع تشكلين يا رجالة فضل بالاذن يا رجالة مع السلامة يا شافة دي والله قاعدتك حلوة متشبه منها يا واجه والله انا حزن ان سهيبكم هاني عمامة تودهم حبيبي يا باجيب اخواتك يا اهلي وتعلق عابو ما كنت سمعت كلامي يا مقدس وخدت المدام وجيت معانا قبل الامن المركزي ما يوصل وتبتدي المعرك لا احسنا المدام بتحب تاكل هنا هو بيني وبينك هنا بيعملوا طاج المامية في المحفة الضاني تاكل صابعك وراها يعني تمشوا كده من الخير ما تاخدوا واجبكم يلا يا محمود هاتشان مع السلام يا مقدس قد بارك من نفسك عالف السلامة نتقابل الخطفك جاية ان شاء الله السلام عليكم في ايه؟ عاوز ايه يا اخينا؟ انا بعد اذن ساعتك يا باشا جاي سلم نفسي نعم يا اخويا بس انا حقول لساعتك انا قلت بدل ما تيجو تتعبوا نفسكو وتقبضوا علي وتاخد امي ترموها في البوكس وتعروا رجليها وامي ما بتحبش حد يعرج لها اساسا قلتك اسلم نفسي ليه؟ هو انت عملت ايه اصلا؟ ما عرفتش اختار صحابي يا باشا نعم يا اخويا ايوا انا ما عرفتش اختار صحابي ابوس ايدك يا باشا ابوس ايدك يا باشا اقبض علي انا القلق حيقتلني من ليلة مبارح خليكوا افهلوا اوعى تتحرق قولي ابن الهاطلة دا يمشي من هنا بدل ما لبسوا قضية ازعاج سلطان هي انا عصى امك اش لما نسأله الاول يا فندم اذا كان يعرف طريق صاحبه محمود ولا لا؟ بيقولك عايز تبرق منه في محضر رسمي جرايا قد وبعدين مين قالك ان انا عايز اعرف اساسا الوالده راح فين يعني مش كفايا يا فندم اللا اخوه قاله في البرنامج وهي يعني هابهب شوي انا فعلا كنت الان وعادت ابص في الموبايل طول الليلة بس مجدتش حتى ارسالة تقولي عملت كده ليه؟ وهديك شايف النهاردة هو ما حصلش حاجة ولو حصل ولا لا بعملوا دا بعملوا ليه؟ مش عشال امن الرئيس؟ امن البلد؟ المهم ان الوالده تشال من فوق دماغي اي حد تاني غير يتولاه يروح مصري يروح اسكندرية يروح في ستين دهيا الشافع اخونا ينفع اقولك حدي شوية؟ حتى لو قلت مش عبرك معلش بقى انا بهحافز عليك انت و عيالك ليه.. احنا مش الدينهم الي طلبو مننا وفادتنا و عيالي نعم مرشيك الي انت كتبتو دا معنا ايه؟ مضرب مضرب ازاي يا راجل بس اذا كانوا طبو اسمك الي في البطاقة تفاكنهم عبت؟ اه الاسم بظبوط لكن الامضة اللي عالشيك مش امضة البنك يعني الشيك زي قلته يا انا هاري سويت طب والاقرار اللي كتبته باسمك وعنوانه اقرار؟ اقرار انت مولتليش على موضوع الاقرار ده يا انا هاري سويت بص يا تحية الكتب خيبة انا صح كتبت اقرار بس العنوان اللي حطته في الاقرار بتاع الراجل الضمياط اللي كان معاني ومش كان اقل طول الليل يحكي على الاكل والسرب والضيافة واحكيلك عن بيتهم عشان تروح تزوره وتبقى حباب وصحاب انا حطته عنوانه عشان يبقوا يزوروه ويوكلوا الفطر اللي بيحبه اه اضحك اضحك يا حبيب بس خب بالك بقى ممكن يجيبوك عن طريق البنك بانك كبير يا جدع ود اي حد يروح البنك بشيك مضروب يدلو بيانات العبيل بتاعهم كده بسهولة فيها يا جدع انت عايزنا ابلغ البنك ان اي حد يجيلكم بشيك مضروب ابوضوا عليه وبلغوا البوليس بس بس اتبلغ وتعمل مشاكل مكفاية بقى مشاكل مشاكل؟ وانت فاكرا ان المشاكل كده خلصت؟ ايه رأيك ان الناس دي ممكن تنسى للحكومة عملته معاهم بس عمرهم ما ينسوا لشافع عمله انت لاجا دعا بحسست ان انا انتكابت جريمي لعلمك بقى الناس دي هم المجرمين ولازم يتحسبوا بقانون الارهاب لانهم ارهابيين وبشرع الله تتقطع اديهم ورجليهم لانهم مفسدين في الارض بس بس ايه اللي بتقولوا ده؟ حرام عليك دول غلابة حرام عليك ايه لا ولسه المفروض يتقتلوا عشان يترحموا من العيشها اللي هم عايشينها بقى يا راجل هم اللي مفسدين في الارض ولا الناس اللي خلتهم ينزلوا ويقطاع الطرق يا شيخ بقى عارف يا تحية الحالة اللي عند اخوك دي بيسموها ايه؟ مال اخوة شافع راخر نعم لا زي الفل بس الحالة اللي عنده دي انا قارت عليها قبل كده في كتاب بيسموها متلازمة استكهلم هاشرح لك ما تعديش تبناح وتعمليلي كده متلازمة استكهلم يعني واحد يتخطف يقوم الفترة الطول يحب اللي خطفينه ويبقى في بينهم ويد ويقوم من بخضيتهم يا راجل وكل ده حصل لاخوة يا فلالة حبيبة يا شافع بتبهرني والله حالاندي ودكتور نفساني ايه؟ روح يا شيخ يا بخت عيالك بيك متلازمة حبيبة يا حودة تباطي رأسك بقى عشان اشوف الطريق من المراية ماشا يا اخوة يا الهارسود ده ننسيت اقولك ان انا اديت الراجل الدمياطي عنوال محلك في بورسعيد عشان لما ينزل ايجي يزهرنا ولا حبيبة يا شافع حبيبة شافع بوزك قلبه خفيف ازاي؟ حبيبة يا شافع اطلع اطلع يا روحي موسيقى موسيقى الحمد لله على السلامة غاليين فضلها حبيبي معايا محمود نورت بورسعيد يا حودة يا حبيبي أخطت نورا بيك يا توح حمد لله على السلامة أولاد حمد لله على السلامة شافة حمد لله على السلامة أبو ناسب تعال بقى معايا هفرجك يا حودة على أحلف يوم ممكن تشوفه في حياتك يا أبو ناسب بزمتك مش دي شقة تليق بنقى برئيس مجلس دارة قطر غيرك يا شافة مش عارف أقولك إيه بس أنا مش محتاج كل ده أنا كل اللي محتاجه قوضة قوضة؟ إيه قوضة دي؟ لا يا أخويا ده أنت محمود عبد النصر الأول على كلية الهندازة جمعة القاهرة يبقى أقل من قصر ما نقبلوش يا حبيبتي يا توحى ربنا يجبور بخطرك يجبور بخطرك يا أخويا مفيش دعوة بقى للرجل اللي فرش الشقة يا رجل ده أنا فرشها لك من شغل التصدير بتاع ضميات وغلوتك أخوة إحنا مش قاعدين في الشقة دي لا يا أبو بس أولا بتقرسيني لايه وأنتم ممركش غيري الله ما أنا كنت بقولك تعالى أخد دروس هنا تقول لي لا بخاف دي فيها عفريت فيها؟ عفريت؟ إيه يا توحى هو أنا جاية تلبس هنا ولا إيه؟ بابا هو اللي قال كده حبيبتي ما عفريت إلا بلا آدم أفصاني كنت بقولهم كده عشان محركش أمهم أتح ما بتهرفش يتنام على صوت المراكب بس إنت بقى يا حوضة مش يفرق معك صوت المراكب ولا إيه؟ ولا يفرق معايا صوت أي حاجة بس لو العيال عجبهم الشقة يا شافع يعني أنا ممكن أروح هناك وأنت تيجوا تعود هنا عسأل أخوك يا عسأل يلا أتح بأخد العيال واسبعونا هناك على البيت وضى بلنا غدوة حلوة لحد ما حضرنا وحودة نتكلم في الشغل أكلة سمك من العالة مزاجك يلا ماشي من عناية ما تتأخرش يا محمول حضرة توح خلي بالك من العالة وما تجريش ماشي يا أخول باي ديني بقى دقيقة أخو تدوش وارجعلي راح فين أخو تدوش وارجعلي تدوش فين يا راجل تدوش بالشقة اللي فوق شقة اللي فوق أنا شقة شقتك الجديدة تعال ورايا يا جدع شقة ايه؟ فيه ايه؟ بحر ايه؟ تعال يا راجل تعال ورايا رجلك اليمينة ابو ناسب الفضل أغالي ايه؟ مالك تنح كده ليه؟ مش انت طلبتها بعض متل لسانك قلت انا مش محتاج غير قوضة ايه قوضة ايه؟ ببروك عليك يا وحش شكلك مش مبسوط بقولك ايه؟ شبح انا فيه انا لو كنت تكسفت من نقطك ما كنتش جيبت منها عيال من باب أولى طالبا ما بتكسفش من نقطك مش هتكسف من اخوه انا فعلا قلتلك ان انا مش محتاج اكتر من قوضة بس دي عشة يا شافة هشة صدق وقامن انا من يوم ما جيت من بلدنا على البلد دي كنت بنامى على الترطوار وساعات ما كنتش بلاء النومة بعدها انا اخرتنا ايه؟ غير متر في متر وانت هنا اخذ اكتر من اخرتك ولا ايه؟ شوف براح تعالي تعمى فرجك هوى ايه؟ في يو ايه؟ بحر ايه؟ كنال ايه؟ عفشة مية ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشى يا شافة عموما انا مش جاي بورس عيدة عشان اقعد في شقة فخمة انا جاي اشوف اكل عيشي انا بس اللي مضايقني اختي الغالبانة اللي جذبت عليها تب ليه الاسلوب دوا هو فيه راجل يبقى راجل الا زى كذب على امراته كده هتغلينا زعل منك يا عم جذب عليها براحتك بس ما تورط ليش في كذبك الست فهم ان انا قاعد في شقة وانت طبعا نفضيها لاحدات المسخارة والبلى لا زرق ايه؟ مالك بتبصيلي اكينك فجئت اني عارفك كده هتخلينا خد فكرة غلط عنك تصدق احترمتك احكي ما انا احترم الراجل اللي يفهمها وهي طايرة طايرة ايه مش محتاجة يعني نفض الشقة اللي تحت ورزعني فوق السطوح شوفها شفا طالما مش مؤجرها بتجيبلك ارشين مش محتاجة فقاقة يعني بص ابو حانا فيه ومن الاخر كده تماغك وانت حر فيها بس عايزك تفهم حاجة انت هنا ساكن عندي في شقة صوبة اللوكس ومبسوط اخر انبساط اختك تجي تزورك فريرة على تحت وانت فرحان اخر فرح اختك تمشي فريرة على فوق وانت مبسوط اخر انبساط واللي اوله شرط اخر نور يلا هم عاملينك اكلة سمك هتاكل نفسك وراها يوه جري يا محمود ما بتاكلش لي يا حبيبي ما عليش بقى تحية اخر ذكرات ليها مع السمك مش تمام يعني شو بيه براحتها تحية او محمود غريب ده البيت بيته وبعدين نذهل على درسه ينفع نفسه وبعدين بقى يا بابا انا مش عارف افتح البتاء دي وانا مش هتسيبنا كل بقى ليا النعمة من نعمة ربي ايدك ما هتتمدى على ديلة سمكة ايه لو بتاعف تفتحها كويس جريلة خمس مرات بعلمك ازاي تفتحها يا بابا انت قربت اتخلص طبق البربوني كله وانا مش عارف افتح البتاء دي وهموت على البربوني اه اتفتحتها ايه عم هاني شفت حظك البربوني بقى عشان نبري الوقت البربوني ده حتة سمك وفكرني بعد الاكلة دي قديك درس ازاي تفتح الكبوري ايه يا رانيا بتاكلش بربوني ليه يا حبيبتي رانيا ما بتاكلش السمك ما بتحبوش وبتقرف منه بش حاجة اسمها بتقرف ومتقرفش اللي اتعامل تاكل منه ايه يا جماعة بس البنت جعلنا حرام يعني بقولك يا محمود سيبنا ربي علي بالطريقة اللي تريحني ما قلت ليش يا محمود ايه الشقة عجبتك الشقة وهي دي شقة تحية ده قصر عظيمة عمال اتقلب من السرير ده للسرير ده ومن القوضة دي للقوضة دي مش عارف اعمل ايه انا بقى قولك تعمل ايه كل يوم بك في قوضة حلوة ايه تح على القل تعمل ونس في كل قوضة شوية ما متوى النسب انسك يا ابو نسب جميل جمال جوزك ده تحية ابن حرام مصفي ايه قلت ايه في ايه انت قلت ابن حرام ابن حلال ابن حلال يا هاني باباك ده رجل عظيم انت مش فهمني البربوني ده اصلي فيه بطروخ والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي يا عم اضرب بقى انت هتكقرب في قرفك مستبرة لما تروح الحمام على فكرة يا جماعة مش عايزكم تتلقوا دي مرحلة طبيعية خالص البكرة هي اللي هتنضفلك السمك من السحب مش بكرة قوي يعني احتمال الموضوع اخذ الوقت مرحلة 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 عابا هاني بتعلص صوتك وانت بتشرب عابا بابا بتصغير عالحاجات دي لا بابا ما انت بتشرب الشاي كده يا ابن احنا كبار انت لسه صغير طب لما انا صغير ما بتفتح ليش الكابورية ليه جادي ام الكابورية ايوالله يا ماما كويس وزي الفل خلاص انا هدهولي قوتي الطميني عليه بنفسك خده مكعايزاك ايوه يا بطا وحشتيني يا اما عامل اياسة الكل انا كويس اقول الحمد الله يا اما لا ده من دعاك ليه ربنا وقافلي ولادي الحلال سكوتي يا اما ده شافي اعتلع ابن حلال مصفي ابن حلال يا اما ابن حلال بقوا بس التليفون اللي صوته مش واضح بقولك يا بطا يا تحية قالتلك عالشقة حتة شقة يا اما الشمس داخلها من كل حتة وشرحة ده انا حتى بفكر تجيب الحج وتيجي وتعودوا معنا اتغيره جو مش كي اقول لها تحية ايوه ايوه اولها العظيم انا ما تحيل عليها اقول لها امتى يا محمود هو انا هسيبها هي بس تلاقيها حاست ان شافع ما عزمش بنفس مش كي اقول لها شافع مع ان يما سبحان الله شافع ماشي وراي طول النهار في الشقة يقول لي يا محمود بقول لي حماية او حماية تيجوا عودوا معنا هنا شهر اسبوعين يا اما خليهم اسبوعين خليهم اسبوع يا اما برضو ترجعت الطميني على البيت عند ااااااااااااا اما تيجي هنا الرطوبة هتاكلك في سلام انت الوقت يا حبيبي الولا وحشني نفسي أخده كده هو في حضني هو هو الوضح يا رب تضم من قلبي عليه يا سيدر أهو ده اللي كنت عامل حسابه هتحط سمعت التليفون من هنا وتقود تهري وتنكتب بعضك شوفي ده قرار نهائي قالي مش هدفع فطورة التليفون عشان يطعوا الحرارة وتبطل تكلم عيالك انت بتتلكت أساساً عشان ما تدفعش يا راجل حرام عليك ده دي الحاجة الوحيدة اللي فضلالي في الدنيا اني أسمع صوت عيالي واتطمن عليهم الله يلعن أبو الدنيا اللي فرقتني عنهم يا سيدة حرام عليكي الدنيا مالها ومالهم استغفر الله العظيم يا رب ده نصيب بقولك ايه انت ما حسيتش في صوت محمود ما حاجة غريبة كده ايوة حسيت شميت فيه ريحة سمك يا خفة يا روقانك يا خوية يعني انت زعلان على ابنك اللي قاعت هناك ضرب له أكل السمك بالشيء الفلاني ومن زعلان على جوزك اللي جسمه نشف من أكل بطاطس هاتبتدي الاستوانات بتاعتك وتقولي الاكل اللي ما يبلش الايد ما يبلش القلب هو ده اللي انت فلح فيه طب سكوتي بقى عسنا ده خالك المطبخ تروح تعمليه لأكل اتاكل بطالي القلق والوساوس اللي انت فيها دي ده ابنك راجل ويفوت في الحديد الله وأكبر قص انا لاحزتي يعني وهو بيتكلم معايا عمال يشكر في الوقت شافع وعمال يقولي ده ابن حلال مصفي وبعدين انا وانت عارفين كويس قوي انه هو أوطى من نعل الصندر معلش بقى يوضع سره في أوطى خالقه شافع بيتك ممشيها صح وما يدرش يعمل معا حاجة وحتوصيه على محمود ياخد باله منه ويعامله أحسن معاملة وهي دي حتبقى الخدمة الوحيدة اللي حيخدمها لنا من اليوم لغبر اللي شافيته بيتك في الكلية وحبيته وجوزته حقا لو كان شافع مسكن محمود في الشقة بتاعتهم القديمة ده يبقى عامل الواجب والزيادة يبقى قطر ألف خيره بقولك ايه يا ناصر ما تيجي ناخد بعضنا ونروح نعود معهم يومين قاهم نغير جاوة ونتطمن على محمود ايو 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 بتاعدل في الموضوع وبطال دور فردوس محمد اللي انت عاملاها ده وعملاها لألقانة قولي بقى ان انت عازها تروح هناك علشان تتفسحي وهو انا هروح لوحدة يا راجل منت هتيجي معايا خدلك اجازة يومين يا سيدي هواني تحت امرك انا راجل عندي شغل انتخابات اتحاد العمال فضلها كم اسبوع وتبدأ ولازم نشتغل لها من دلوقتي يا رب يا رب توب علي من وجع القلب ده يا رب ولع في كل النقابات العملية اللي سرقت عمر جوزي يا رب يا رب ما توحد العمال أبداً وفرقهم عن بعضه وشحتطهم عشان جوزي يفوق لنفسه ويعرف إنه كبر خلاص ومعدش يستحمل شقاوة زمان وبهدلة أمن الدولة ادعي زي ما انت عاوزة تحط ربنا ما يرضاش بالظلم كده هو يا ناصر انت بتتحداني طب خدي بقى عندك إلهي يا رب المصنع بتاعكو يتباع وييجي عليه الدور في اللي اسمها ايه دي المتخصصة عشان تستريح طب بس 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 يخرب عقلك ده ما فاضلش غير مصنعنا وكان مصنع تانيين هعملك اللي انت عايزاه هقدم على أجهزة عرضة واخدك والروح اهدي بس كده اهدي واجع لعيالك وسيب العمال والمصانع في حالهم يا ست هم بش نقصينك هم شفت الرائحة الزكية نقول مبروك لا 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 انا ماليش في الحاجات اللي بتتبخي ايه انا عايز عطري من اللي من اللي بيدهنوا بيه من اللي بيدهن يدهن ايه يا مولانا دي مضى وبطلت خلاص ولو انت خايف بالحرمانية ولا عيازه بالله فيه فتوى طلعت بفضل الله يا فين اهي اهي بتقول ان بخ العطر ليس بدعة وانه يستوي مع دهن العطر بالزبط وانك يعني لو نويت التطيب بغرض الزهاب الى المسجد او ادخال السرور على اهل بيتك ها تستوي فيها الحسنات زيها زي الدهن بالزبط ومين بقى ان شاء الله اللي اظهر الفتوى دي اوعدت قولي الازهر لا اظهر ايه السعودية اكبر مشايخ في السعودية هم هم اللي مطلقين الفتوى انت ناسي انت ناسي ان السعودية فيها اكبر مصنع للعطور يعني موضوع البخخات دا لو حرام ولا عزو بالله ما كانو صنعومن اصله تحب صورلك الفتوى تاخدها معك عشان تستريح لا وعليه يا سيدي انا هاخد العطر ورزقي على الله بس انطلع كلامك مش مزبوط انت اللي هتشيل زمدي يا سيدي غفر الله لنا ولاك كل الزنوب نقول مبروك بارك الله فيك يا سيدي اتفضلك الله وانت كمان اتفضل فلوشك اهيه جزاك الله كل خير وجزاك مسك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعوذ بالله استغفر الله العظيم يا رب زي ما كن ببيع لو عطر خنزير بني أدمين هم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حالك ازايك يا شيخنة يا ابو عبد الرحمن ما لك بتكلم نفسك ليه اوعى تقولي انك انت بتذكر الله لاني مفيش حد يذكر الله بس احنا المكشرة ده هي يا بدا والله يا شيخنة ده انا قاعد باسبه وبلعن البني أدمين بهم زي الهم استغفر الله العظيم التجارة يا ابني عايزة صبر بقولك ايه؟ انا حامشي لحسن تسبيني انا كمان لا لا دمشي ايه ده انت جمالك بغرقانك ده كفايا المحامل اللي بعضتهنة وكان هيلبسنا قضية ارهاب جرى يا ابو عبد الرحمن انت امراتك ده مسكالنا زلة ولا ايه؟ اخطأت جماعة يا سيدي لما ارسلوا المحامل اللي كان متفرر ايه؟ هتاخدوها سيرة وحلوانة في سلوانة ولا ياه؟ يا سيدي ما تزعلش انا بهزر معاك روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة خد خد يمسي خد لك دهنة من العطر ده لسا نازل جديدة هيعجبك او 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 يمسي يمسي لا 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 ما احبش انا اللي بيتدهن مفيش من اللي بيتبخ بس اللي بيتدهن ده بيأذي الجماعة عندي لا خدها نصيحة مني سيبك من اللي بيتبخ ده ماشكوك في امره خليك في اللي بيتدهن هو اللي مستحب خلينا في المهم انا علشان اكفر عن غلطة المحامي جيب لك خبر كويس قوي خير أبعدوا على المحامي بتاعك لا يا سيدي مش كده كانت السيدة أمو عبد الرحمن كلمتني إن أشوف شغلانا حلوة المحمود والحمد لله ربنا قدرنا وجبنا له شغلانا حلوة في اسكندرية وحياكل من وراها الشهد بجد فعني مصنع لا مصنع إيه ما خلاص المصانع ما عادتش تشتغل والعاد في شغل خالص ده إحنا جبنا له شغلانا في أكبر ورشة فيك يا اسكندرية لا خلاص يا شيخنا ما تتعبش نفسك محمود ده بيشتغل في البيزنس مع عديل فرسعية في التجارة اهه بيشتغل في تجارة العطور برضو ده بتقول فيها بس عطور من اللي بجد والتي إذا حضرت حضر معها الشيطان محمود خلاص عدك كباري وما حدش هيعبرنا ولا هيسمع حسينا بعد كده ولا هنعرف نكلمه بسم الله ما شاء الله طول عمرك حزيز يا حودة ادخل معليك يا باش عمل ايه ازاك يا كامل فضل انا معليك بص يا كامل اعرفك بشماندس محمود أخو مراتي اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا وسهلا انا عينت هنا في الشركة نائب رئيس مجلس إدارة ايوا بس انا مش عارف لسه اشتغل ايه اسبر يا عام شغلانا بسيطة انت هتروح الميناء مع كامل هتستلم الكنترات اللي جايلينها في البضاعة من الصين وتايوان كامل هيعلمك ازاي تخلص أوراقها من الجمالك والميناء بس هي بس حيزة حمار شغل مقصدش يعني اصده يقولك انها شغلانا متخوفش بسيطة هتتمرن مع كامل مرتين تلاتة لحد ما تبقى تمام في الشغلانا بس كده اه وانت تشتغل ببلاش انت شغال واخد مرتب قد كده وبعدين لعلمك بقى انا في الشغل واسأل كامل معرفش أبوية الله يرحمه يحشن إله ويباش بشطوبة اللي تحت راسه اي والله الباشة كده بتاع شغل خلاص بقى كامل هنقضى راغي ولا ايه عايزك تاخد الباش مهندس محمود سيادتي النائب وتسلمك شوف الصيدليات اللي بنشتغل معاه في جماعة المحافظات ده أهلية منوفية شرقية كفر الشيخ بس مفيش بس أنا بخفف عنك الشقة بقى خلاص يا كامل انت ما بقتش حمد جري محافظات وجري مراكز ماينفعش بس أنا مشتكتش شوق كامل عملتك محفوظة وبعدها نشايلك للتقيلة احنا خلاص فتحنا شغلة في مصر كلها هنغزو القاهرة والصعيد بالكامل يا كامل بجد يا باشا وانا بهزر يا ولا امال ايه علشان تعرف ان انا شايلك للتقيلة وده أسلوبي معلش بس ان انا قطعت كلامك عن المستقبل بس انا مش فاهم هو احنا ليه بنبيعنا صيدليات بس هو احنا بنستورد أدوية من برا شوفت يا عم سيادة النائب قال لك احنا عارف شغل في الشركة صحيح بص يا خوية احنا مش شغل مع الصيدليات بس الصيدليات مش كل شغلها أدوية لأ فحاجة اسمها جهزة طبية أدوات مكياش معرفش ايه للدوافر معرفش ايه للعينين منبهات لعب أطفال وحاجات كتيرة قوي احنا بقى منستورد الحاجات دي من برا ونوزحها مباشرة للعمل بتاعتنا في المراكز والقرى والنجوع والمدن البعيدة اللي هم ما يقدروش يوصلوا للشركات الكبيرة في اسكندرية والقاهرة تمام؟ وربنا يجعلنا كلنا لقمة خل بعض ان شاء الله ايوة ربنا يبارك فيك بستوهم بقى بينا أسلمك الشغل يا بحنف يلا بينا أوصاش كامل بالإذن سلامكم معاكم السلام عليكم اتفضل السيادة النائب اتفضل أغالي